صباح الخير توني وإليك أهلا بك تسبيح إذن مشاهدين مسودة الورقة الفرنسية التي حصلت عليها الشرق الأوسط ليتم بعدها اتخاذ موقف موحد من قبل دول الاتحاد الأوروبي تضمنت ما يلي أولا منح وساطة الأمم المتحدة والمتوقفة منذ ثلاث سنوات بشأن الدستور زخما سياسيا جديدا لإعادة ربط العملية السياسية بالشعب السوري داخل وخارج البلاد مواجهة روسيا بشأن العملية السياسية ودورها في سوريا والتصدي للانتخابات التي ستجرى بموجب الأحكام الدستورية والقوانين المعمول بها في الوقت الراهن تحت مضلة وسيطرة النظام السوري الحاكم منفردا كذلك الوثيقة أوضحت أنه يجب عدم استغلال هذه الانتخابات من نظام الأسد ومؤيده للإعلان من جانب واحد عن نهاية السراع في سوريا وأوضحت المسودة الفرنسية أنه من دون الالتزام بأي شيء يتفق مع تطلعات السوريين في هذه الانتخابات من شأنه أن يشكل حاجزة ردعا كبيرا في وجوه اللاجئين كما أوضحت الورقة أن الانتخابات يجب أن تجرى بموجب القرار رقم 2254 وطبعا بموجب هذا القرار وبمنأ عنه فأن الانتخابات لن تساهم في تسوية سياسية حقيقية واقترحت الورقة مشاركة اللاجئين من الخارج والنزحين في الداخل في عملية الاقتراع حول انتخابات الرئاسة وتنفيذ خطوات بناء الثقة وإيجاد البيئة الأمنة المحايدة كذلك تهيئت الظروف القانونية والعملية لإجاء الاقتراع التعددي وأشاف الأمم المتحدة على الانتخابات وضمان أقصى درجات الحياد أيضا رفع مستوى النفوذ في الأمم المتحدة وتعزيز الدور العربي لمسار الانتخابات الرئاسية في سوريا بصفتها ركنا أساسيا في جهود تسوية الأزمة السورية وستعرض الدول الأوروبية على الدول المجاورة لسوريا إدماج إسهاماتها بصفتها أطرافا فاعلة رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالتعاون مع المبعوث الأممي لسوريا عودة لك تسبيح تأكيد سأنقل كل هذه النقاط توني إلى ضيفي شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات